الطائفية هي نوع من أنواع الخطاب الشعبوي الخطاب الشعبوي يتلخص بتخويف الطائفة من الآخر الخوف من الآخر إثارة النعرات الطائفية حتى أخوفها من الآخر حتى أقدر أسيطر عليها أروح على غرائزة الأولية وأقدر أسيطر عليها وبالتالي خاصة الأحزاب السنية نفس الشي والأحزاب الشيعية اللي ذكرتها حضرتك الأرقام في البداية مهمة جدا حتى تنطينا صورة ليش هذه الأحزاب تستثمر بالطائفية واضح جدا أن الجمهور العام العراقي غير راضي عن العملية السياسية بل ومقاطع لها بل ومقاطع لها بدليل أنه نسبة المشاركة من المؤهلين نسبة المشاركة من المؤهلين للتصويت هي بحدود 35% فقط 35% وليس 41% 41% من اللي حق لهم التصويت بس من المؤهلين للتصويت 35% بل ميه